بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الجلسة الاعتيادية رقم 14 لمجلس الوزراء الثلاثاء الموافق الثاني من نيسان 2024 أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد المرقم 24 2027 لسنة 2024 والمتضمنة إقرار توصية لجنة الأمر الديواني المرقم 23 1942 المتعلقة بالديون الخارجية بهدف تخفيض الدين العام الخارجي وتنظيم عملية الاقتراض وتضمنت التوصية دراسة وزارة التخطيط للمشروعات الملغات من القروض لبحث إمكانية إدراجها بمصادر تمويل من الموازنة العامة الاتحادية وكذلك قيام وزارة المالية بالتدقيق عن وجود أي التزامات مالية قد تنتج عن إلغاء هذه المشروعات مع الجهات المانحة للقرض عند تنفيذ القرار كما اجتملت التوصية على ما يأتي أولاً إلغاء القروض المتلكئة بقيمة 1.5 مليار دولار واستكمال المشاريع المهمة من مصادر التمويل الحكومية 2. إلغاء طلبات إقراض بقيمة 5 مليار وثمانمائة مليون دولار لمشروعي تحلية مياه البصرة والقطار المعلق وتمويل المشروع الأول من موازنة تنمية الأقاليم وتمويل المشروع الثاني بطرحه للاستثمار 3. تخفيض الدين العام الخارج الحالي البالغ 10.5 مليار دولار إلى 8.9 مليار دولار 4. إعادة توجيه قروض البنك الدولي للمشاريع المتلكئة والفوائض الأخرى نحو تنفيذ مشروع الربط السككي فاو ربيعة فيشخابور الحيوي 5. التعاقد مع استشاري مالي عالمي لتدقيق وإدارة الديون الخارجية مستقبلا وفيما يتعلق بمعالجة المشاريع المتلكئة والتي تعاني من التوقف والاندثار منذ سنوات طويلة وافق مجلس الوزراء على ما يأتيه 1. زيادة مبلغ الاحتياط والكلفة الكلية لمشروع بناء 29 مدرسة مختلفة الساعات بأسلوب البناء الجاهز بواقع أربع مدارس في ذيقار وسبعة في ميسان وخمسة في كربلاء وثلاثة في المثنى وستة في الديوانية وأربعة في النجف العقد 26 على باء 2. زيادة الكلفة الكلية لمشروع الخطوط الناقلة المطرية على متر مكعب مع محطتي الرفع 46 أسأل و47 أسأل الجانب الأيسر لمدينة الموصل لتصبح 339 مليار و726 مليون و572 ألف و815 دينارا الثلاثة زيادة الكلفة الكلية لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية من تطوير كورنيشة جامعة في مدينة الكوت لتصبح الكلفة الكلية للمشروع الرئيس 18 مليار و695 مليون و93 ألف و271 دينارا أربعة تتحمل محافظة واسط صحة ودقة البيانات والمعلومات والمواصفات الواصلة إلى وزارة التخطيط والتي تم بموجبها احتساب نسبة الزيادة وتنبيه المحافظة بعدم إدراج مشروعات تتطلب استحداث مكونات مرتبطة بها ولنفس الشركة لأنه مؤشر غير صحيح على سلامة الإجراءات خمسة زيادة الكلفة الكلية لمشروع تجهيز الأثاث في مشروع تأهيل بنايتي المركز الوطني للتطوير الإداري وتقنية بي وأي تو لتصبح الكلفة الكلية للمشروع مليار و690 مليون فقط 6- زيادة الكلفة الكلية لمشروع إنشاء مبنى رئاسة جامعة الفلوجة لتصبح 14 مليار و73 مليون و303 ألف و20 ديناراً فقط استحداث مشروع الأعمال التكميلية لمشروع إنشاء مركز ثقافي وديني في محافظة ميسان بكلفة 17 مليار و120 مليون و940 ألف و100 دينار ويتحمل ديوان الوقف الشيعي صحة البيانات والمعلومات ودقتها المقدمة إلى وزارة التخطيط كما تتحمل لجنتاء إعداد وتدقيق جداو الكميات الأعمال المتبقية مسؤولية الأسعار والمواصفات المثبتة فيها 8- زيادة الكلفة الكلية لمشروع مجاري ناحية الرشيد لتصبح 22 مليار و456 مليون و987 ألف و503 ديناراً مع زيادة مقدار الاحتياط لمشروع إعداد دراسة وتصاميم أعيد إعداد دراسة وتصاميم مشروع مجاري محطة معالجة مع شبكات الأمطار والمجاري الثقيلة الفرعية والرئيسية ومحطات الرفع في مدينة الرشيد محافظة بغداد مع تجهيز وتنفيذ وتشغيل وصيانة المرحلة الأولى وتتحمل اللجان المختصة في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة المديرية العامة للمجاري مسؤولية تسعير الفقرات وتحديد المواصفات كونها الجهة المختصة تولي محافظة البصرة بالتنسيق بينها ووزارة التخطيط إكمال إجراءات إدراج مشروع بناء مستشفى القرنة سعة 200 سرير للمضي في إجراءات التعاقد وإحالة المشروع إلى الشركات المنفذة وأقر مجلس الوزراء تعديل بعض فقرات قرار مجلس الوزراء المرقم 24187 لسنة 2024 بشأن منفذ زرباطي الحدودي بحسب ما مثبت في مذكرة دائرة المستشار القانوني وأقر مجلس الوزراء ما يأتي واحد استحداث مشروع أعمال تطوير الطريق المؤدي إلى صالة الشرف ابتداء من نقطة ارتباطه بطريق مطار بغداد الدولي بطول 8 كيلومتر وبكلفة 38 مليار 988 مليون 194 ألف وتسعمائة دينارا اثنيا استحداث مشروع تعارضات الاتصالات للطريق المؤدي إلى صالة الشرف ابتداء من نقطة ارتباطه بطريق مطار بغداد الدولي بطول 8 كيلومتر وكلفة كلية 254 مليون 348 ألف دينار ثالثا زيادة الكلفة الكلية لمشروع إكساء طرق ومحلات سكنية مع تنفيذ شبكات ماء للمحلات 627 639 641 لتصبح 208 مليار و229 مليون و479 ألف وتلاثمائة وثلاثين دينارا وتتحمل أمانة بغداد صحة ودقة البيانات والمعلومات المزودة لوزارة التخطيط ومسؤولية الأسعار والمواصفات وصحة إجراءات التنفيذ وأقر مجلس الوزرائي توصيات لجنة الضمانات السيادية المنعقدة بتأريخ 24 آذار 2024 بشأن مشروع استثمار غاز حقل بن عمر بحسب الآتي واحد تعديل قرار مجلس الوزراء المرقم 23 ألف وستمائة وثلاثة وتسعين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بأن يكون مبلغ الضمان المبين في القرار المذكور آنفا ضمانة دين وليس دفع لأن ما جاء في القرار يمثل مبلغ ضمانة دفع القرض مع الفوائد المترتب عليه بحسب الموديل الاقتصادي لمشروع غاز حقل بن عمر وليس ضمانة دفع اثنياً إصدار ضمانة سيادية ضمانة دين مع الفوائد للبنوك المقرضة بمبلغ إجمالي 3 مليون و246 ألف دولار مع الفوائد لمدة لا تزيد عن 11 سنة لمشروع غاز حقل بن عمر بعد قيام وزارة النفط شركة غاز الجنوب بتعديل العقد من خلال تنظيم ملحق عقد لتحديد نطاق الضمان الحكومي ثلاثة استثناء الضمانة المذكورة آنفاً من أحكام المادة 17 من التعليمات المذكورة آنفاً أربعة استثناء شركة غاز الحلفاية من قرار مجلس الوزراء المرقم 219 لسنة 2020 لكونها شركة لا تمتلك حسابات سابقة وأنها أسست لغرض إنشاء مشروع غاز حقل بن عمر على أن تقدم شركة ربان السفينة الحسابات المالية للسنتين السابقتين إلى وزارة المالية مدققة من إحدى شركات التدقيق المعتمدة الرصينة بعد أن تقدم شركة غاز الحلفاية ما يثبت أنها فرع من هذه الشركة وأقر مجلس الوزراء توصيت لجنة الضمانات السيادية بشأن محطة الخيرات البخارية بحسب الآتي واحد منح ضمانة دين للمرحلة الأولى فقط 1400 ميجاوات لصالح شركة هارلو عن مشروع محطة كهرباء الخيرات الحرارية وتكون نافذة ل 15 سنة بضمنها أربع سنوات عن فترة إنشاء المحطة وبمبلغ 3 مليارات دولار وفقاً للشروط الآتية أليف قيام وزارة الكهرباء بتوقيع ملحق عقد مع شركة هارلو يتضمن تحويل ملكية محطة الخيرات الحرارية إلى وزارة الكهرباء بعد انتهاء عقد شراء الطاقة لمدة 25 سنة با منح ضمانة الدفع عن شراء الطاقة بعد نفاذ ضمانة الدين 15 سنة بحسب كمية الطاقة التي سيتم شراءها للفترة المتبقية من عقد الشراء جيم تعديل الضمانة لسد المرحلتين الأولى والثانية 2800 ميجاوات في حال وصول نسبة إنجاز المرحلة الأولى إلى 70% على أن تتضمن تحويل ملكية المرحلتين الأولى والثانية إلى وزارة الكهرباء بعد انتهاء مدة عقد شراء الطاقة للمرحلتين 2- قيام شركة هارلو بدفع مبلغ 10 ملايين دولار أجور إصدار الضمانة لمشروع محطة الخيرات الحرارية على أن يكون تاريخ الغلق المالي للمشروع في 31 كانون الأول 3- لا تعد الضمانة نافذة إلا باكتمال الشروط المذكورة آنفاً من وزارة الكهرباء وتعرض على مجلس الوزراء للموافقة على إصدار الضمانة 4- الأخذ بعين الاهتمام الإشتراطات المبينة بقراري مجلس الوزراء 476 و477 لسنة 2021 وتوصية المجلس الوزاري للطاقة 162 لسنة 2021 اقرار توصيتين المجلس الوزاري للاقتصاد 24 ألف وتسعة وثمانين و24 ألف وواحد وتسعين لسنة 2024 بحسب الآتي 1- تعديل سعر منتجات النفثة والقازولين الطبيعي والمكثفات ليشتمل على توحيد نسبة تخفيض أسعار منتوجات النفثة والقازولين الطبيعي والمكثفات 1- لتصبح 50% من سعر النشرة العالمية للمنتوج المجهز إلى معامل الأصباغ 2- و60% من سعر النشرة العالمية للمنتوج المجهز للهدرجة 3- ويكون الدعم للمشروعات الاستثمارية الحاصلة 4- على إجازة وفقا لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل 4- مساويا للدعم الممنوح للمشروعات المجازة 5- وفقا لقانون الاستثمار الصناعي رقم 20 لسنة 1998 2- الموافقة على تعديل سعر منتوج الغاز السائل LPG المجهز 5- ليكون بسعر 415 ألف دينار للطن الواحد 5- للمنتوج المجهز إلى معامل تدوير وإنتاج البطاريات 6- والحالات المشابهة ذات الطبيعة الصناعية 6- وبسعر 330 ألف دينار للطن الواحد 6- للمنتوج المجهز إلى معامل الطابوق الحديثة 7- على أن يعاد النظر في الأسعار المذكورة أعلى 8- بعد مرور سنة واحدة 8- ووافق مجلس الوزرائي 9- على إقرار آلية التعامل مع طلبات تعويض المقاولين الناتجة 9- عن تنفيذ العقود الحكومية المقدمة من وزارة التخطيط 10- استنادا إلى أحكام قانون وزارة التخطيط المرقم 19 لسنة 2009 10- وضوابط أحكام وصلاحيات تنفيذ ومتابعة المشاريع الاستثمارية 11- رقم 3 لسنة 2024 11- وعلى جهات التعاقد الالتزام بالعمل بموجبها 12- قدر تعلق الأمر بالتعويضات الناجمة عن تنفيذ العقود الحكومية 12- كما أقر المجلس الإجراءات المقرة للسنوات السابقة 13- وفقا لصلاحية وزير التخطيط ورئيس جهة التعاقد المبينة 14- في تعليمات تنفيذ الموازنة للسنوات السابقة 15- مع إضافة ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى اللجنة 16- التي ستؤلف في وزارة التخطيط لتدقيق الطلبات 16- الموافقة على تخويل وزارة الداخلية صلاحية التعاقد المباشر مع شركة فرداليا 16- الوكيل الحصري لشركة أوتوبوك الألمانية في العراق 16- المعنية بصناعة وتركيب الأطراف الصناعية الذكية 16- استثناء من شرط التسجيل المبين في نظام فروع الشركات الأجنبية رقم 2 17- لسنة 2017 المعدل 18- واستنادا إلى نظام التعديل الأول لنظام فروع الشركات الأجنبية المذكور آنفا 19- لمعالجة جرحى وزارة الداخلية الذين فقدوا أطرافهم أثناء عمليات التحرير ضد عصابات داعش الإرهابية 20- وافق مجلس الوزراء على ما يأتي 21- تخويل المدير العام للهيئة العامة للضرائب في وزارة المالية 21- صلاحية التفاوض والتوقيع بالأحرف الأولى على مشروعات اتفاقيات 22- تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرض من دفع الضرائب 23- بين حكومة جمهورية العراق وحكومات جمهورية الفلبين 24- ومملكة البحرين استنادا إلى أحكام الدستور 25- واعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق 26- إلى المدير العام للهيئة العامة للضرائب 27- وفقا للسياقات المعتمدة 28- ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء 28- من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء 29- الموافقة على إصدار نظام محمات تشكيلات هيئة التصنيع الحربي وتقسيماتها 30- الذي دققه مجلس الدولة استنادا إلى أحكام الدستور 30- وإلى أحكام قانون هيئة التصنيع الحربي رقم 25 لسنة 2019 31- وأحكام قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها 31- وتعديل ارتباطها المرقم 12 لسنة 2011 31- مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية 32- في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 33- الموافقة على مشروع قانون صندوق دعم عوائل الشهداء والمفقودين 34- وجرحى ومرضى جهاز مكافحة الإرهاب 35- الذي دققه مجلس الدولة 36- وإحالته إلى مجلس النواب 37- استنادا إلى أحكام الدستور مع الأخذ بعين الاهتمام 38- ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء 39- تخويل السيد 40- وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيع 41- على مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق 42- وحكومة جمهورية آذربيجان 41- في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية 42- استنادا إلى أحكام الدستور 43- مع مراعاة تثبيت عنوان الاتفاقية بحسب ما مبين آنفا 43- وإعداد وزارة الخارجية وثيقة التخويل اللازمة 44- بإسم حكومة جمهورية العراق للسيد وزير العدل 45- وفقا للسياقات المعتمدة 45- ورفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء 46- من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء 47- الموافقة على زيادة صلاحية الشراء المباشرة الممنوحة لأمانة بغداد 47- لتصبح مليار دينار فقط 48- بدلا من 500 مليون دينار فقط 48- بسبب الحاجة الماسة لمادتي الشب والكلور 48- في مشروعات دائرة ماء بغداد 49- استثناء من تعليمات تسهيل تنفيذ 49- أحكام قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 50- 2023 وـ 24 وـ 25 50- وتمنح نفس الصلاحية لدوائر الماء 50- في المحافظات وللغرض نفسه 50- استثناء شركة كي إي بي بي تي 50- من معايير التأهيل والاستثناء 50- من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية 51- رقم 2 لسنة 2014 51- وتوجيه دعوة حصرية للشركة 51- لاستثمار حق العجيل النفطي 52- على أن تتعحد الشركة بأن يكون 52- ضمن ائتلافها إحدى الشركات المؤحلة 53- بالتراخيص النفطية 53- وتقديم تعهد بذلك 53- وأقر مجلس الوزراء 53- استمرار العمل بالفقرة الثانية من قراره المرقم 53- ألف ومية واثنين وستين لسنة ألفين وثلاثة وعشرين بشأن استلام محصول الحنطة المحلية تسلماً كاملاً من الفلاحين في داخل الخطة المقرة وخارجها للموسم الحالي دعماً للمنتج الوطني شكراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة